النهاردة حبيبي هنعمل مع بعض صبون بلدي للمواعين بجودة عالية ده كده حبيبي شكل الصبون اللي انا هعمله معكم صبون طحفة بمكونات بسيطة ايه جدا بس في الاول حبيبتي فضلا وليس امرا لو اول مرة تتابعيني هل تدعميني باللايك والشير والشرك في القناة وما تنسيش تفعالي الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناة اول باول لا تابعوني يا حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخواتي وحبيبي في الايه النهاردة حبيبي هنعمل مع بعض صبون بلدي للمواعين بجودة عالية بمكونات بسيطة جدا جدا والفيديو ده كمان انا عمله عيب ارد كده على بعض المتابعين لان فيه متابعين بيكتبوا لي تعليقات وبيقولوا لي احنا عندنا سامنة مدة صلاحياتها انتهت عندنا دهنة كده فازاي نستخدمها اه نقطة انا عناعمل معاكم ده كده نص نص كيلو من الدهنة دهن بقرة ونص رتل زيت عليه مية وخمسين جرام من السودر كوية انا استخدم معلاء كبيرة من بشر برطقان الجاف او ممكن تستخدمي بشر برطقان طبيعي بس انا بحب اللي انا اجففه لان انا بستخدمه في معظم المنظفات اللي انا ايه بعملها او بستخدمه كمان في اكلات عشان كده انا بحب اللي انا اجففه هنا معايا معلاء كبيرة من السكر ومعلايا كبيرة من الملح ومعايا لمونة معايا ناط 200 جرام من المية وهنا عنستخدم كوروروكسا الواء نعم يبقى دي كده المكونات معايا مكونات سهلة وبسيطة جدا جدا نعم اول حاجة انا هحط المية 200 جرام من المية هحطهم في الحلة وابدل انا هحط عليه المعلايا كبيرة من البشر برطقان اه ليه بقى الخطوة ديت عشان تقديلي على ريحة الدهنة والزيت واتطلع لي الصابونة ريحتها حلوة وجميلة اه وحط عليها برضو عصير اللمونة ودلوقتي الحلة ديت هابدل انا احطها برضو على البتاجاز عشان تبدأ اللي الدهنة تسيح معي بس في الاول لازم اعمل خطوة ديت في الاول عشان اسيب ياخده غلوة كده كبات المية مع معلاءة كبيرة من بشر البرطقان سوى جاف بقى او برطقان طبيعي وبعد كده هحط عليه عصير اللمونة يعني على سرعة وحط القشر كمان في قلب الماء ياخد بس غلوة واسيبه لحد ما يبرد واستخدمه في الصابون النهارة طبعا انا عملت معاكم صابون ياما بطرق ياما انا هتلاقوا ما موجودة كلها ايه على القناة دهوقتي هسيبه بقى ايه ياخد غلوة وحط عليه القشر برضو وبعد كده هوت هبدأ بقى لانا ايه اصفي معاكم واستخدموا بقى ايه اه في الصابون طبعا مصوراركو كل حاجة بالتفصيل لا هنا بعد ما اخد غلوة وبرد معايا نقلت الحل على الطباخة وبعد كده هجيب بقى ايه علبة عشان ابدأ اللي انا اصفي اصفيه هو دهوقتي برد معايا خالص لازم يبرد معاك عشان ما يفعش اللي انا استخدمه وهو سخر اه نقط بقى ايه انا جبت العلبة وحبدأ اول حاجة بس اللي انا اصفي اللي انا جبت المصفى كده هوت وحبدأ اللي انا اصفي الخليط اللي انا قلت لكم عليه اه هصفيه كويس وبعد كده هنكمل ايه مع بعض كده خلاص حبيبي كده بعد بصفيته حبدأ اللي انا احط بقى الحلة اللي فيها نص ريتل من الزيت ونص كيلو من الدهنة احطهم كده على البتاجاز لازم توزيلي الحاجات ديها بالميزانة حبدأ بقى ايه دوقتي مع بالل مع بالل هي ما تدوب معايا انا عايزيها تدوب بس مش تسخر يبقى كده انا جهزت المياهيت حبدأ اللي انا انزل عليها بالصودة الكاوية اه نقطة انا انزلت هيت مية وخمسين جرام من الصودة الكاوية حبدأ اللي انا اقلب فيهم وفي الخطوة ديت لازم تكوني لابسك ماما عشان الابخرة اللي بتطلع اللي احنا شايفنا هيت اه غلط عليك اللي انت تتنفسيها فتبي يستحسن انت تبي لابسك ماما واجوانتي انا انا يعني كنت لابسك ماما ما لبستش جوانتي بس يعني مخليها بالي باستخدم الخشبة فكنت مخليها بالي هنا انا بدوب كده للصودة واسبها بقى لحد ما تبرد خالص اه نوات هي لسه الدهنة هيت لسه يعني لسه بتسيحة هيت حاسبها برضو على على نار هدية كده هوت يعني نار وسط لحد بس ما تدوب معي عشان مش عايزها اللي هي تسخم ايه جامد هي مجرد بس اللي انا عايزها ايه تدوب بس اه كده خلاص الصودة بردت معي اه حبدأ بقى ايه اللي انا انزل عليها بخليط الدهنة على الزيت واصف فيهم كده ايه بمصفة عشان طبعا لو في اي حاجة كانت في الزيت اللي انا اصف فيها عشان تطلع الصابونة معي اه كويسة ما فيهاش اي حاجة دوقتي انا بعد كده اللي انا اقلبهم طبعا في حاجة اللي انا اقول لكم عليها خطوة المية مع الصودة اللي انا اصفها لحد ما تبرد خالص هي ضروري عشان لو انا حطيت الصودة لو انا حطيت الزيت والصودة سخنة الاتنين مع بعض كده حيقفشهم وحتبص تلاقيها اللي هو تصبم بسرعة وحتلاقي اللي انت بقى لا حقتيش تقلبي فيها فالصابونة هتطلع مش نعمة هتطلع على شكلها مش حل فانت لازم تسيبها تبرد عشان لما تيجت تحط الزيت مع الدهنة او زيت بس على حسب ما انت عايزة تعملي فبعد كده هو تطلع معاك يعني تكون خدت وقتها في التقليب تطلع معاك الصابونة نعمة انا هناك بضيف خمسين جرام من الكوروكس الالوان وزي ما شفنا المرحلة اللي قبل كده ضفت السكر مع الملح وهنا ضفت مع الاقتين من الجيرسلي نعم وحاب ده اللي انا هقلب يبقى كده ايه مكونات الصابون كده انا ضفتها كلها هقلب فيه بقى ايه كويس ممكن في الخطوة ديت انا بقلب بخشبة ممكن في الخطوة ديت عايزة تقلبي بالمضرب تقدر اللي انت تقلبي يعني حينجز معاكي هنا انا خلاص اه وصلت للقوام اللي انا عايزاه ده كده الصابون كده خلص معايا اه خد حوالي يعني ربع ساعة كده تقليق بقى اه دوقتي بقى ايه حاب ده اللي انا اوزع الصابون في الاوالب ده لو ما عنديكش اوالب سيليكون تقدر اللي انت او اي صنية تلبسيها كيز كده كزا كيز مش كيز واحد حت فيها كزا كيز وتصبي فيها اه ممكن برضه اللي انت تجيبي صندوق اه خشب تحط فييه كياس وات برضه تصبي فيه ممكن برضه اللي انت تجيبي اه كارتونة وتحط فيها برضه كياس اه وبرده تصبي فيها ممكن تجيبي سنديق الرنجة ممكن اي حاجة دي وقت بعد ما صبت الصبون وصيبته طول الليل لحد الصبح بقى ده شكله كده ايه حبيبي شكل الصبون جميل جدا ويعني ديته وقته برضه مع بال ايه منشي فانا قلت اصيبه طول الليل والصبح بقى كده ابرركم شكله شايفين شكل الصبون جميل ازاق يا طفا وزا ما شفنا مكوناته سهلة جدا وبسيطة ويبقى كده انا عملت الفيديو ده هو ترد على بعض المتابعين اللي بيقولولي عندنا فيه واحدة كتايلالي عندها سمنة مدة رحياتها انتهت فعايزة تستخدمها فتقدر تستخدمها بنفس الطريقة انا هنوط ده كده شكل الصبون اهوط حبيبي شكله جميل جدا وطحفة واتمنى للفيديو النهارده كنا لإعجابكم وتكونوا استفدتم بالطريقة طريقة سهلة وبسيطة لعمل الصبون البلدي الصبون ده هوت عيبقى الغسيل المواعين اه اي صبون بيتعامل من الزيت في البيت ماينفعش يتغسل به الملابس اه علشان لو غسلتي به الملابس هتطلع الملابس معاكي هتحس اللي هي مدهننة وفيها زيت فمش حل فاي صبون بيتعامل من الزيت فيستحصل اللي هو خاص لغسيل المواعين اه فقط بس كده حبيت بس انا اقولكو ماينفعش للملابس بس عيبقى تخفى جدا في غسيل المواعين عيدينا اه يعني عايزلك الدهون وعايديلك نظافة جميلة جدا اه طبعا هي خمسين جرام الكولوروكس الالوان اللي انا ضفتهم عشان بس ايه يقضي برضو على ريحة الدهنة مع المكونات اللي انا كنت ضيفاها مع علاقة البشر برطقان واللمونة اه كده وفي حاجة برضو قبل مختم الفيديو مع علاقة الملح اللي انا ضفتها بتساعد في تصبن الصابون السكر بيساعد في زيادة الرغوة اللمون بيقضي اللمون والبرطقان بيقضوا على ريحة الزيت او الدهنة اللي انت بتستخدميها اي حاجة واللمون كمان بيفتح لون الصابون بقى انا كده قلت لكم المكونات اللي انا ايه ضفتها طب الجلسلين الجلسلين عشان يديني نعمها ترطيب ايه في ايديه والصابون ده ما يفعش اللي انت تستخدميها على طول فحسيبه لحد ما ينشف خالص ممكن تجيبي كرتون هتحط فيها كيس وتبدال انت ترسي الصابون دهوت فيها وتغطيب كيس وتسيبيه لحد ما ينشف وما تعرضوش للشمس يعني ما ينشفش في الشمس سيبيه لحد ما ينشف وبعد كده تستخدميه كان معكم حنان الوراكي مركة المنظفات والتوفير ترجمة نانسي قنقر